اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية ارتفاع ضغط الدم الحملي مقدمة ارتفاع ضغط الدم هو ازتياد القوة الواقعة على جدران الاوعية الدموية ويدعى ارتفاع ضغط الدم الذي يظهر بعد الاسبوع العشرين من بداية الحمل ارتفاع ضغط الدم الحملي او فرط ضغط الدم الحملي تعاني ثماني نساء من كل ماءة امرأة حامل من احد اشكال ارتفاع ضغط الدم في اثناء الحمل يمكن ان يكون ارتفاع ضغط الدم الحملي خطيرا على كل من الام والطفل ويمكن ان يساعد تشخيص ارتفاع ضغط الدم الحملي ومعالجته على الوقاية من المضاعفات يساعد هذا البرنامج التثقفي على فهم ارتفاع ضغط الدم الحملي وكيف يجري تشخيصه وما هي سبل معالجته تحتاج خلايا الجسم إلى الأكسجين والغذاء كي تبقى على قيد الحياة ويقوم الدم بنقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم يقوم القلب بضخ الدم من حجراته عبر الأوعية الدموية وتسمى الأوعية التي تنقل الدم الأغنية بالأكسجين من القلب إلى الجسم الشرايين إن ضغط الدم هو القوة التي يضغط بها الدم على جدران الشرايين وهو يشبه ضغط الماء في خرطوم ري الحديقة ويقاس ضغط الدم بالمليمتر أزئبقي يستخدم الأطباء عددين لوصف ضغط الدم ويسمى العدد الأعلى ضغط الدم الانقباضي وهو يقيس ضغط الدم عندما يضخ القلب الدم أي عندما ينقبط وتكون القيمة الطبيعية الصحية للضغط الانقباضي أقل من 120 يكون العدد الثاني أقل من قيمة الضغط الانقباضي وهو يقيس ضغط الدم عندما يرتاح القلب ولذلك يسمى ضغط الدم الانبساطي وتبلغ القيمة الطبيعية الصحية للضغط الانبساطي 80 أو أقل من ذلك إذا كان ضغط الدم عند المريض على سبيل المثال 125 سلاش 70 أي 125 على 70 كما تقرأ فذلك يعني أن الضغط الانقباضي عند هذا المريض هو 125 مليميتر زئبقي وأن الضغط الانبساطي عنده 70 مليميتر زئبقيا يختلف ضغط الدم من وقت إلى آخر ومن الطبعي أن يختلف بمقدار 10 إلى 20 نقطة عندما نقيسه في أوقات مختلفة حتى بفارق بضع دقائق إن القيام بتمارين رياضية أو التعرض للتوتر النفسي مثلا يمكن أن يرفع ضغط الدم يسمح ارتفاع ضغط الدم بضخ المزيد من الدم إلى الجسم لمساعدته على التكيف مع زيادة النشاط أو الإجهاد ويستطيع الجسم تحمل الارتفاع المؤقت في ضغط الدم لا يقوم الأطباء بسبب هذه الاختلافات الطبيعية بتشخيص ارتفاع ضغط الدم عند المريض ما لم تظهر القياسات المتكررة ارتفاعا ثابتا مستمرا في ضغط الدم عنده إذا كانت قيمة ضغط الدم الأعلى أي الإنقباضي تساوي 140 أو أكثر بشكل مستمر أو إذا كانت قيمة ضغط الدم الأدنى أي الإنبساطي تساوي 90 أو أعلى باستمرار فإن الطبيب يشخص إصابة هذا المريض بارتفاع ضغط الدم أو بعبارة أخرى فرط ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الحملي تعد المرأة الحامل مصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي إذا ظهر لديها ارتفاع في ضغط الدم بعد الأسبوع العشرين من بدء الحمل ويختفي ارتفاع ضغط الدم الحملي بعد ولادة الطفل عادة تحتاج المرأة إلى مزيد من الفحوص المتكررة إذا شخص لها الطبيب ارتفاعا في ضغط الدم في أثناء الحمل وقد تحتاج إلى معالجة أيضا تجري مراقبة المرأة المصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي عن كثب خلال فترة حملها لكشفي أي علامة على مقدمات الارتعاج إن مقدمات الارتعاج هي ارتفاع في ضغط الدم مصحوب بارتفاع مستويات البروتين في بول المرأة الحامل قد تتعرض المريضة المصابة بمقدمات الارتعاج إلى حدوث نوبات تكون خطيرة عليها وعلى طفلها ويسمي الأطباء هذه الحالة الارتعاج أو الارتجاج قد ينصح الطبيب بالولادة المفكرة عند حدوث مقدمات الارتعاج أو عند حدوث الارتعاج برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية عوامل الخطورة إن أسباب ارتفاع ضغط الدم الحملي غير معروفة ولكن العلماء والأطباء يعرفون العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي وهم يسمون هذه العوامل عوامل الخطورة ثم تعوامل خطورة عديدة تزيد من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي كما أن المرأة التي ليس لديها أي عامل خطورة يمكن أن تصاب بارتفاع ضغط الدم الحملي أيضا يزداد الميل للإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي عند المرأة في أثناء حملها الأول يكون خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي أكبر إذا كان عمر المرأة الحامل أكثر من 35 سنة إذا كان لدى المرأة زيادة في الوزن فإنها تكون أكثر ميلا للإصابة بارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل يزيد احتمال ظهور ارتفاع ضغط الدم الحملي عند النساء اللواتي يحمل نتوأمين أو ثلاثة توائم إذا كانت الحامل مصابة بالسكري أو باعتلال الكلية فإن خطر إصابتها بارتفاع ضغط الدم الحملي يزداد فإذا كانت المرأة من أصول إفريقية فإن احتمال إصابتها بارتفاع ضغط الدم الحملي يزداد أيضا تزيد الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي أيضا تزيد الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية كالذئبة المجموعية أو الجهازية من خطر إصابة الحامل بارتفاع ضغط الدم الحملي إذا كانت المرأة قد أصيبت بارتفاع ضغط الدم الحملي في السابق فإن احتمال إصابتها مرة أخرى يزداد الأعراض تشمل أعراض ارتفاع طغط الدم الحملي تعرق اليدين والوجه والقدمين وزيادة سريعة في الوزن تتجاوز 1 إلى 1.5 كيلوغرام خلال أسبوع واحد ومن أعراض ارتفاع طغط الدم الحملي أيضا صداع شديد خصوصا في الصباح الباكر بقع في العينين أو تغيّم الرؤية أو مشاهدة النجوم وألم في الجانب الأعلى الأيمن من البطن على المرأة الحاملة مراجعة الطبيبة إذا عانت من أعراض ارتفاع ضغط الدم فقد يسبب ارتفاع طغط الدم الحملي مضاعفات خطيرة على الأم وطفلها إذا لم يعالج التشخيص إن الأشخاص المسؤولين عن تقديم رعاية الصحية كالطبيب أو القابلة مثلا هم وحدهم من يستطيعون تشخيص ارتفاع ضغط الدم الحملي ولكن هناك بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي يقوم الشخص المختص بالرعاية الصحية الطبيب أو القابلة مثلا بقياس ضغط الدم للمرأة الحامل بشكل متكرر خلال الفترة السابقة للولادة يعد تقييم ضغط الدم عند المرأة الحامل بشكل متكرر ضروريا لتشخيص ارتفاع ضغط الدم الحملي إن ارتفاع ضغط الدم الحملي هو أن يكون ضغط الدم الانقباضي أكبر من 140 بشكل متكرر أو أن يكون الضغط الانبساطي أكبر من 90 بشكل متكرر قد يقوم الطبيب أو القابلة بفحص الدم عند الحامل لتقييم عدد خلايا الدم وكذلك لتقييم عمل الكلية والكبد وتساعد هذه المعطيات المختبرية على العناية بالحامل والجنين كما قد يجري أيضا فحص بول الحامل للتحري عن البروتين فمشاكل الكلية تسبب ارتفاع مستوى البروتين في البول عندما تكون المرأة مصابة بمقدمات الارتعاج قد يطلب الطبيب جمع البول لمدة 24 ساعة إذا كان مستوى البروتين في البول مرتفعا يساعد جمع البول لمدة 24 ساعة على التمييز بين ارتفاع ضغط الدم الحملي ومقدمات الارتعاج ويشخص الطبيب إصابة الحامل بمقدمات الارتعاج إذا أظهر اختبار البول المجموع خلال 24 ساعة أن مستوى البروتين في البول مرتفع إلى جانب معاناة المرأة من ارتفاع ضغط الدم يشخص الطبيب إصابة المرأة بارتفاع ضغط الدم الحملي إذا كان مستوى البروتين في بولها طبيعيا وكان لديها ارتفاع في ضغط الدم المعالجة يعتمد اختيار المعالجة في حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي على مدى صعوبة التحكم في ضغط الدم عند المرأة الحامل وسيكون عليها أن تراجع الطبيب مرات عديدة لفحص ضغط الدم عندها ولمراقبة علامات مقدمات الارتعاج يمثل الامتناع عن تناول الملح نقطة بداية جيدة في معالجة ارتفاع ضغط الدم الحملي وقد يكون النظام الغذائي الخالي من الملح فعانا في خفض ضغط الدم إذا جرى تطبيقه مبكرا بعد التشخيص وعلى المرأة استشارة الطبيب قبل القيام بأي تعديل على نظامها الغذائي قد يكون اللجوء إلى الراحة في الفراش مفيدا في خفض ضغط الدم إذا كان ضغط الدم يرتفع بشكل طفيف قبل نهاية الحمل قد يطلب الطبيب من المرأة الحامل تناول بعض الأدوية الخافضة لضغط الدم وقد ينصح الطبيب بالولادة المبكرة إذا بقي ضغط الدم مرتفعا رغم المعالجة فقد يكون ارتفاع ضغط الدم خطيرا على الأم وطفلها على السواء وقد تعطى الأم دواء يسمى سلفات المغنيزيوم عن طريق الوريد فهذا الدواء يساعد على حماية الأم من حدوث النوبات الإختلاجية قد تستمر المعالجة بسلفات المغنيزيوم مدة 24 ساعة بعد الولادة حيث إن ذلك يفيد في خفض ضغط الدم بعد الولادة التأثيرات في أثناء الحمل وبعده يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الحملي مشاكل في أثناء الحمل وبعده وقد يكون من الممكن تجنب حدوث بعض هذه المضاعفات إذا التزمت الحامل بخطة المعالجة التي وضعها لها الطبيب ويعد تدبير ضغط الدم أمرا بالغا الأهمية لكل من الأم والطفل على السواء قد تعاني الأم من الصداع واضطراب الرؤية إذا كان لديها ارتفاع في ضغط الدم كما أن تعرق الراحتين أو القدمين أو الوجه والألم البطني العلوي قد ينجم عن ارتفاع ضغط الدم أيضا قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إنقاس كمية الدم التي تصل إلى المشيمة ومن ثم إنقاس كمية الأكسجين التي تصل إلى الطفل إذا لم تصل كمية كافية من الدم إلى المشيمة فإنها قد تصبح غير قادرة على تزويت الطفل بالكمية التي يحتاجها من الأكسجين والمواد الغذائية يمكن أن يتطور ارتفاع ضغط الدم الحملية عند بعض النساء إلى مقدمات الارتعاج أو إلى الارتعاج أو متلازمة هيلب وهي شكل حاد من مقدمات الارتعاج وتكون خطيرة جدا على الأم والطفل يمكن أن تحصل الولادة المبكرة أو ولادة طفل ناقص الوزن عند النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم ويزداد هذا الاحتمال عندما يستمر ضغط الدم مرتفعا لفترة طويلة من الزمن يزيد ارتفاع ضغط الدم الحملي من خطورة انفصال المشيمة عن جدار الرحم وهي حالة خاطيرة تحتاج إلى ولادة فورية يجب إعادة تقييم ضغط الدم بعد الولادة وذلك للتأكد من عودته إلى مستوياته الطبيعية قبل الحمل قد يتطور ارتفاع ضغط الدم الحملي عند بعض النساء إلى ارتفاع مزمن في ضغط الدم أي أن ضغط الدم يبقى مرتفعا ويحتاج إلى معالجة دائمة إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يسمى ارتفاع ضغط الدم الذي يظهر بعد الأسبوع العشرين من بداية الحمل ارتفاع ضغط الدم الحملي وتعاني ثماني نساء من كل مائة امرأة حامل تقريبا من بعض أشكال ارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل قد يشكل ارتفاع ضغط الدم الحملي خطرا على كل من الأم والطفل وقد يؤدي إذا استمر طويلا إلى حدوث ولادة مبكرة ويمكن أن يساعد التشخيص والمعالجة المبكران على منع حدوث المضاعفات يمكن أن تساعد الزيارات المنتظمة للطبيب أو مراكز الرعاية الصحية على تشخيص ارتفاع ضغط الدم الحملي باكرا وتخفف المعالجة من اهتمال حدوث مضاعفات الحمل وتستطيع معظم النساء الحوامل التعامل مع ارتفاع ضغط الدم الحملي بالامتناع عن تناول الملح واللجوء إلى الراحة كما قد يطلب الطبيب من المريضة في بعض الحالات تناول بعض الأدوية لخفض ضغط الدم المرتفع شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين